إذن أهلا بكم أعزائي بدرس جديد وموضوعنا اليوم بالمستوى رقم ثلاثة الذي سنتعلم به كيفية جعل الأمور تظهر على الشاشة مثلا كيفية جعل المقالات تظهر على الشاشة كيف تظهر المقالة الأحادية على الشاشة بشكل ديناميكي فإذن الآن سنبدأ بهذا الموضوع فإذن بداية القالب الأساسي أو النموذج الأساسي لدينا هو التالي هو نموذج الاندكس يعني إذا ذهبنا للتمبلت بقالبنا لدينا اندكس هذا الاندكس جدا ضروري فإذا قمت أنا بفتح الاندكس ما الشيء الذي يوجد فيه hello this is index أكيد لن نضع فيه hello this is index فالشيء الأول الذي أنا أريده أن أقوم بوضعه بالاندكس هو التالي أريد أن أضع هدر فتر ومين كونتنت هنا بشكل مبدي فبكل بساطة أنا سأذهب إلى مظهر وسأذهب إلى المحرر وهنا في المحرر سأختار قوالب جيد وسأختار قالب الاندكس وهنا سأقوم بالنقر علي سأقوم بالنقر هنا هذا الهدر أعتقد هذا الهدر طبعا لم يكن هدر فعليا فدعوني أقوم بإعادة الأمور للملق يعني إعادة الأمور إلى هنا جيد وثما سأقوم بحذف هذا وسأضيف الهدر الذي ندي فإذا من بلاس هنا سأبحث عن هدر ها هو هدر وان جيد فإذا هذا هو وسأبحث أيضا عن فتر هل لدي فتر؟ نعم كاستوم فتر سأضيف هذا الكاستوم فتر طيب الآن هذه هي كل الأشياء التي لدي فأدنى الهدر هنا سأكتب سأضيف هنا مجموعة مجموعة أو جروب اسمها مجموعة هذه مجموعة هذه المجموعة هنا بمتقدم سأعطيها اسم الهدف من هذا الموضوع تنظيمي ليس الهدف منه يعني شيء تقني له شيء يظهر على الشاشة لا هذا تنظيمي لنا حتى نفهم هذه المجموعة فإذا أنا سأكتب الوعاء الداخلي أو الوعاء الأساسي أنا عادة أكتب هكذا أكتب باللغة الإنجليزية أنت يمكنك أن تكتب بالإنجليزية وأيضا يمكنك أن تكتب باللغة العربية طيب وبعد هذا إذن هذا هو المين كونتينر بداخله يمكن لاحظوا أنا كيف أعمل أكتب أقوم بإنشاء مجموعة أخرى بداخله وهذه المجموعة الأخرى بداخله ماذا أسميها؟ أسميها مين كونتينر إنار لماذا أقوم بهذا؟ الآن سأقوم بهذا المين كونتينر هنا الذي لدينا أنا سأقول لا تستخدم المكونات داخلية عرض المحتوى حتى أعطيها عرض كامل وهنا بالخلفية سأضيف لها خلفية مثلا دعنا نضيف له هذه الخلفية الواضحة مثلا أو يمكن أن نضيف ألوان أخرى مثلا هكذا جيد وبالنسبة للإنر كونتينر فأنا سأقول يستخدم المكونات الداخلية هنا وسأقوم هنا بإضافة آآ مثلا الآن استعلام أو آآ استعلام استعلام فإذا مضيف استعلام أو كويري فإذا ها هي حلقة الاستعلام فإذا يمكن أن نبدأ بداية فارغة وما الأشياء التي تريد أن تظهر مثلا بالنسبة للمقالات تريد أن يظهر العنوان التاريخ العنوان والمقتطف العنوان والتاريخ والمقتطف الصورة والتاريخ والعنوان فيمكن أن نقول الصورة والتاريخ والعنوان مثلا بهذا الشكل فإذا نلاحظوا الآن كل المقالات ستظهر إذا قمت أنا بحفظ بهذا الشكل وقمت في العرض لاحظوا سيقول hello this is index لماذا hello this is index هذا الشيء يحدث أحيانا أنا برغم أنك قمت بتعديل هنا لكن لا يظهر فالحل بهذا الموضوع فإذا بكل بساطة يمكنك أن تقوم بمثلا add before هكذا وتضيف شيء مثلا هنا تغير قليلا على النموذج حتى تظهر التغييرات لأنها لابد أن تظهر فعليا لكن أحيانا يحدث شيء فإذا ها هي ظهرت جيد فإذا نلاحظوا الشيء الذي حدث أنه باللون هذا الذي أنا اخترته كان يعني full width للصفحة وأما بالنسبة للمقالات فأخذت بهذا الشكل مع لاحظوا هناك لدينا pagination هنا أو للصفحات لأنه لدي أكثر من مقالة طبعا لماذا يظهر لديه هنا مقالتين فإذا لنرى إذا نظرنا بهذه الحلقة الاستعلام جيد وقمنا بالنقر على الأعلى هنا سيقول عناصر لكل صفحة ثلاثة جيد نحن ربما نقول لا نريد مثلا عشر مقالات في الصفحة الواحدة ونقوم بالحبط طبعا هذه ثلاثة مقالات لكن لاحظوا الآن الصفحة السابقة والصفحة السابقة أو أذهب مرة أخرى للاحدها هي فإذا الآن ظهرت عشرة مقالات لدي دعونا نرتب هذه المقالات قليلا فكيف أرتبها فإذا يمكن أن أذهب للصفحة الرئيسية الرئيسية ومقالات فمثلا هذا المقالة خاصة تحريف جيد فأغربما نقوم بماذا تعرفون بدلا أن نحررها بشكل يعني بشكل يدوي هناك إضافة لذلك ربما تعاوني أبحث عنها لأرى إذا كانت موجودة نستخدمها فأنا سأبحث عنها أعتقد هكذا اسمها هذا هذا وهدف منها هو أن تقوم بتثبيت مقالات يعني إضافة مقالات أوتوماتيكية فإذا يمكنني أنا في هذا الوقت ماذا أفعل مثلا أن أقوم بحث في المقالات التي لدي ربما حتى يعني أرتب أكثر فإذا ندعونا أن نذهب العيسية والمقالات فسأحددها كلها وأكتب نقل إلى سلة المهملات جيد فإذا الآن هذه الإضافة إذا ذهبت هذا سأقوم بـ فإذا يمكن نذهب إضافات مجددا وها هي نذهب إلى أو الإعدادات طيب فإذا نلاحظه الآن آآ يقول لنا أن آآ كيفية نحن نريد مقالات مثلا عشر مقالات فإذا نريد آآ عشرين مقالة جديدة نريد أن يكون لها آآ مقططق وستاتوس أآ poubliشد وهنا وثم سأذهب إلى المكتب الوسائط إذا آآ هذا هو إد آآ ايتم واحد وعشرين أو في الأعلى واحد وعشرين مجدناه وهنا تحرير آيتم عشرين عكذا والثالثة تسعة عشر. والرابعة ثمانية عشر. ممتاز. فاذا الان نذهب الى اه هذا. وهذه اللي نرى ماذا يقول او كن. فيجب نكتب هكذا. كل واحدة منها على سطر منقصر. بهذا الشكل. طيب. بهذا الشكل. نحن نريد عشرين ومقالة. اذا هذا سياخذ بعدنا الوقت. فاذا الان لنرى. فاذا نجحنا. فاذا هذا هي الصورة البارزة. قمنا باضافتها بشكل يعني بشكل عشوائي. وهذه القصة. طيب. ننتظر. الان لو عدنا للانديكس هنا. فانا قمت فقط بالتحديد. اه هناك بعض الاشياء اريد ان اتحدث فيها اتحدث عنها بهذا الخصوص. فاذا اذا قمت بنقر هكذا جيد. ولدينا هنا الميل كونتينر جيد. وميل كونتينر انر كونتينر. هذه البقرة لا احتاجها بعد الان. فاذا يمكن انا اكون بحث فيها بكل بساطة. فاذا الان لدينا حلقة الاستعلام. فاذا هذي هي حلقة الاستعلام. طمان? اذا قمت بنقر عليها. بهذا الشكل. حلقة الاستعلام. لاحظوا هناك خيارات هنا لدينا. تستخدم كونات داخلية عرض المحتوى. نفس فكرة الافكار السابقة. ان يأخذ عرض هذه الكويري. هذا النتائج هذه. هذا الاستعلام يجب ان يكون ضمن ويت سبعمائة بيكسل. الذي حددناه نحن في قالبنا. هناك اعدادات تضمين استعلام من القالب. اذا بالنسبة للاندكس ضروري ان نقوم بهذا. وماذا تعني هذه الجملة? هذه الجملة ضروري ان نفهمها. معناها والتالي. هو ان مثلا اذا نحن الان في صفحة الاندكس. فسيتم عرض المقالات عادي في صفحة الاندكس. مثلا لو ذهبنا لصفحة التصنيف وانحن ليس لدينا صفحة للتصنيف. بشكل افتراضي يجب ان تظهر مرة اخرى لدينا صفحة الاندكس. وسيتم عرض التصنيف بناء في صفحة الاندكس. حتى لو لم يكن نموذج التصنيف موجود. فتضمين الاستعلام من القالب ان في حالة ان كانت يعني في حالة ان الكوير الذي حدث جاء بناء الى صفحة الاندكس ما زال الامور تعمل وما زالت الامور تظهر بالشكل المطلوب. جيد. اما بحيث اه اقول تضمين استعلام لم اقل من القالب. جيد. فهذا يعني انا يمكنني التخصيص. انا فقط اريد مثلا من هنا ان تظهر المقالات. او الصفحات. او الوصفات. جيد. انا لا اريد هذا. لا. انا اريد حسب الاستعلام الموجود ان يظهر. بالتالي ساستخدم تضمين استعلام من القالب. واضح? فاتني الان لو قمت انا بالحفظ حتى اريكم الفكرة ما هي. وقمت الان بالذهاب للرئيسية هكذا. وذهبت مثلا للتصنيفات. اه التصنيفات. اين هي التصنيفات? من مقالات تصنيفات. جيد. لدي هنا تصنيف طبيعة. طبعا هذا تصنيف طبيعة. انا لم اقوم من انشاء نموذج له. فاذا قمت الان بعرض هذا. بهذا الشكل. جيد ما الشيء الذي سيحدث. سيتم عرض صفحة الاركايف. لماذا? لان التصنيفات تظهر في صفحة الاركايف. لكن ماذا لو لم يكن لدي صفحة الاركايف? بدلا نعط. بدلا لدي الاركايف. لو لم يكن لدي الاركايف. بدلا دعوني اقوم مثلا باعادة تسمية ملف الاركايف مثلا لاركايف دوت اتش تيميل زيرو مثلا. مثلا. مثلا الان غير موجود. فيفترض هذا التعود للاندكس. فاذا لاحظوا عادت للاندكس. فاذا الان لو كنت انا بتحرير ليست تحرير تصنيف. تحرير الموقع. لاحظوا عدنا لصفحة الاندكس. اهي. جيد. فهنا مثلا بيه الطبيعة لم يظهر شيء. طبعا انا لم احد. لم اقم بالحفظ. او قمت بالحفظ. هذه الفقرة التي كانت هنا ما زالت موجودة هكذا. تظهر لنا. لا مشكلة. اه الفكرة الان انا لم تظهر لنا المقالات. لماذا? لانا لا يوجد لدينا مقالة تحت تصنيف. اه طبيعة. لاحظوا. عدد مقالات تحت تصنيف طبيعة زيرو. لكن لو عادت مثلا غير مصنف. فاذا يفترض ان تظهر لكل المقالات تحت تصنيف غير مصنف. لماذا حدث هذا الموضوع? لان انا كتبت هنا انني اريد التضمين استعلام من القالب. لو قمت انا بالغاء هذا الخيار. مثلا وعرضت مرة اخرى طبيعة. طبيعة ليس فيها طبيعة ليس فيها مقالات. جيد. ظهرت لي شيء هنا. لماذا ظهر شيء هنا? لانني انا قلت اعرض لي الوصفات. طيب الوصفات ليس ضمن طبيعة اه ليس ضمن او ظهرت لي مثلا دعونا نكتب هنا الصفحات مثلا. واحفظ هكذا. طبعا هذا الفقرة ما زالت موجودة. لذلك ظهر. انا انا فكرت اني حدفتها. بس احذفها مجددا. فاذا الان ستظهر لي الصفحات ضمن تصنيف طبيعة. طيب الصفحات ليست ضمن تصنيف طبيعة. لماذا حدثت ذلك? لانني بكل بساطة ليس لدي صفحة تصنيف تعرض لي التصنيفات. وانا بشكل افتراضي يجب ان تذهب الامور اذا لم يكن هناك نموذج كل الامور تنتهي في الاندكس. وبالاندكس الخاص به انا قلت اريد ان اظهر ماذا? اريد ان اظهر كل المقالات او كل الصفحات. لم احدد تضمين الاستعلام من القالب. الذي ماذا سيفعل? لاحظوا الان عندما اضمن من القالب الطبيعة يفترض ان لا تظهر لي اي شيء. وهذا الشيء فعليا الذي حدث. اما غير مصنف فيفترض لي ان يظهر لي الاشياء من تصنيف غير مصنف. اذا اتمنى هذا واضح هذه النقطة الخاصة بالاستعلام او تضمين الاستعلام من القالب.